اشتركوا في القناة في المرتبة التاسعة المحتال روبيرت هيندي وهو بائع سيارات محتال بريطاني حيث استغل وضع الحرب في إيرلندا وكان يبيعهم سيارات عادية على أنها مضادة للرصاص والقذائف بل وكان دجالا يقنع الناس أنه يستطيع معرفة من سيموت ومن سينجو واستطاع أن يجمع مبلغا كبيرا من هذه الاحتيالات في المرتبة الثامنة المحتال جيمس هوغ اشتهر هوغ بممارسة الاحتيال بين زملائه في جامعات برينستون حيث كان يمثل دور اليتيم ليكسب عطف الطلاب ويجمع أكبر قدر من الأموال في المرتبة السابعة المحتال إدوارد فلافرينو أرجنتيني الجنسية كان ذكيا جدا وجريئا وكان يحب أن يسرق الأعمال الفنية من متحف اللوفر في باريز وفعلا استطاع أن يسرق لوحة الموناليزا الأشار في العالم حيث وضعها تحت معطفه وخرج بكل بساطة في المرتبة السادسة المحتال سوابي سميث اشتهر سوابي سميث بين عامي 1879 و 1898 في عالم العصابات المنظمة في أمريكا وكان لقبه سوابي أي رجل الصابون حيث ابتدع جائزة وهمية أسماها حزمة الصابون واستطاع جمع كمية كبيرة من المال من خلال هذه الجائزة الوهمية في المرتبة الخامسة المحتال جورج باركر كان باركر باريعا في فن بيع المعالم الأثرية والسياحية في مدينة نيويورك واتخذ من بيع المعالم السياحية مهنة له واستطاع بيع جسر بروكلين مرتين للسياح وهو من أشهر عشرة الصابين في العالم في المرتبة الرابعة المحتال فيكتور لوستغ وهو الرجل الذي باع برج إيفل فيكتور فنان في مجال النصب بدأ مهنته عندما قرر تزوير العملة واستطاع فعلا جمع مبالغ ضخمة واستغل الحرب العالمية الثانية وأقنع تاجيرا في نيويورك أن يشتري برج إيفل ليستفيد من الكمية الهائلة من المعدن وعاد إلى باريس وحاول مرة أخرى أن يبيع برج إيفل لكن تم القبض عليه في المرتبة الثالثة المحتال جوزيف ويل يعتبر جوزيف الأكثر شهرة بين النصابين في عصره حيث كان لقبه الطفل الأصفر كان يعمل في كثير من المجالات واستطاع جمع ثمانية مليون دولار أمريكي من الاحتيال والنصب في المرتبة الثانية المحتال تشارلز بونزي يعتبر تشارلز من أشهر عشرة نصابين في العالم عامة وفي تاريخ الولايات المتحدة خاصة لم يكتفي تشارلز بالاحتيال بل أسس سلسلة بونزي وهي طريقة للاحتيال شهيرة واستخدمت سرقة المال عبر الأنترنت كان أكبر رقم استطاع نصبه هو 2.5 مليون دولار أمريكي حان الآن الوقت لمعرفة من هو المحتال رقم واحد في العالم إنه المحتال فرانك أبا جانال اكتسب هذا النصاب شهرة عالمية بعد أن قام النجم ليوناردو ديكابريو بتمثيل قصته الحقيقية في فيلم كاتش مي إف يو كان كانت حيلة فرانك أنه كان يقول إنه من منظمة الصحة العالمية ويطوف بين الأغنياء ليجمع التبرعات للمنظمة واستمر على هذه الحيلة طيلة خمس سنوات منذ عام 1960 حتى عام 1965 حيث جمع ما يقارب 2.5 مليون دولار أمريكي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر